تحية طيبة مشاهدين أينما كنتم مهلا بكم إلى جولة عبر أبرز ما تدولته الصحف العربية والأجنبية لنهار اليوم نستهلها من صحيفة المساء الجزائرية وعنوانة صدر صفحتها الجزائر تستغرب رضوخ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لتلاعب المغرب حيث أبدت الجزائر استغرابها من تجاوزة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد فقي الذي قام بفتح تمثيل دائم لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي في قرار وصفه بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالمتهور وغير المدروس وأبدت الجزائر استغرابها من تلقي محمد فقي ما يسمى بأوراق الاعتماد من دبلوماسية مغربية قدمت نفسها زورا على أنها الممثلة الدائمة للاتحاد المغاربي لدى الاتحاد الإفريقي واعتبرت الخارجية الجزائرية هذا السلوك غير مسؤول وأكثر من غير المقبول ويأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي دائما في ذات الصحيفة المساء الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية السوري حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر الرئاسة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي سلمه رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد في هذا الجانب كتبت صحيفة الوطن السورية تبون الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات حيث أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات كما كانت سوريا إلى جانب الجزائر في كل التحديات موقف الرئيس الجزائري نقله وزير الخارجية فيصل المقداد في تصريح صحفي له عقب لقائه الرئيس تبون حيث نقل له رسالة شفهية من الرئيس السوري بشار الأسد المقداد لفت في تصريحاته إلى أن الجزائر وبصفتها رئيسا للقمة العربية تحملت مسؤوليات كبيرة ودافعت عن حقوق الشعب العربي في كل مكان وهي وقفت قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في كل التحديات التي مرت بها منذ عقود إلى صحيفة الشرق الأوسط وإلى طبعا ما يحدث في السودان حرب السودان تستعر وغموض في الميدان حيث استعرت معارك الكر والفر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني أمس على التوالي في مناطق استراتيجية متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى فيما تشير المصادر إلى أن المعركة الأكثر أهمية واحتداما تلك التي تدور حول مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة السودانية نبقى دائما مع الحدث وفي القدس العربي كتبت حمام والدم يتواصل في السودان عشرات القتلى ومئات الجرحة المدنيين وسطات أو مئات الجرحة من المدنيين ووسطات لوقف الحرب توصلت المعارك إذن العنيف أمس الأحد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وفيما ارتفع عدد القتلى من المدنيين إلى خمس وستين أو ست وخمسين عفوا وأصيب ستمائة شخص تسارعت الجهود من قبل عدة دول للتوسط من أجل وقف الاقتتال نقرأ أيضا في ذات الصحيفة برلمان العراق يقترب من إقرار الموازنة المدية بعد خلافات حاد إذن خصص مجلس النواب العراقي في هذا الجانب جلسته المنعقدة في ساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لثلاثة أعوام الفين وثلاث وعشرين الفين واربع وعشرين الفين وخمس وعشرين كآخر محطة للقانون تمهيدا لطرحه على التصويت تصويت النواب وتمريره في حين حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حازم الرديني من فرض ضرائب جديدة في موازنة الفين وثلاث وعشرين إلى العربي الجديد وعدت إلى الملف الفلسطيني وتكلمت عن أسرى فلسطين قالت أمال سفقات أو أمل سفقات التبادل حيث يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين وصل عددهم إلى نحو أربعة ألف وتسعمائة أسير في معاناة كبيرة مع تطوير سلطات الاحتلال المزيد من أدوات التنكيل وتعميق انتهاكاتها بحقهم وهو ما برز أو برز خصوصا منذ تولي المتطرف المدعو إتمار بن جافير وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال ومحاولة استغلال سلطته للتضييق على الأسرى ما دفع هؤلاء لخوض عسيان في السجون وأجبر هذا الأمر الاحتلال على التراجع عن القرارات القمعية بحقهم ومع حلول يوم الأسير في السابع عشر أبريل تبدو سفقات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الأمل الوحيد للأسرى الفلسطينيين وتحديدا أسرى المؤبدات والذين تزيد أحكامهم عن عشرون عاما للخروج من سجون الاحتلال ننتقل إلى التايمز البريطانية وكتبت في جانب ما يدور في السودان اجتباكات السودان الجنرالان يقتلان من أجل السلطة في البلاد حيث تناولت الصحف البريطانية صادرة اليوم الاثنين في تقاريرها وتحليلاتها المواجهات العسكرية في السودان ومخاطر تفشي وباء جديد حيث نشرت صحيفة التايمز تقريلا تقول فيه إن المدنيين في السودان يختبئون بينما يقتتل الجنرالان من أجل السلطة في البلاد وذكرت الصحيفة أن الاشتباكات انتشرت في العديد من مناطق البلاد باستعار المعارك أغلقت العديد من المراكز وهو ما صعب وصول الإعانات إلى من يحتاجها ومنع وصول المصابين أو منع وصول المصابين إلى المستشفيات الانديبندد البريطانية العلماء يحذرون من عدم الاستعداد لجائحة مقبلة نشرت صحيفة الانديبندد البريطانية تقريرا عن تحذيرات العلماء من عدم الاستعداد لجائحة مقبلة وذكرت الصحيفة أن علماء من بينهم السير جون بيل والسير ديفيد كينغ أكدوا أن بريطانيا ليست مستعدة أكثر مما كانت عليه في 2020 لجائحة مقبلة بينما متحور جديد في الهند بدأ يثير القلق وتتزامن هذه التحذيرات من تصريح أدل بها أو تصريحات أدل بها خبراء في علم الفيروسات عن المتحور الجديد في الهند والذي أدى إلى إصابة عشرة ألاف أو عشرة ألاف إصابة جديدة يوميا وقد يصبح السلالة الأكثر تفشيا في بريطانيا وكشف عن المتحور أول مرة في جون في وعثر عليه في دولة أو 22 عفوا دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة ودفع بالهند إلى استئناف إنتاج اللقاحات المضادة له مشاهدين كانت هذه أبرز العنوين الصادرة في الصحف لنهار اليوم نلقاكم بعد قليل في فقرة كراءات بقوانا